السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ الحمد لله بشرك بخير دوم يا رب نبدأ في أول محاورنا اليوم أول شي قبل ما نبدأ هل هل التقنية فعلاً يعني أثرت في جانب حياتنا مع القرآن؟ بالطبع أكيد تغني إلى تأثير في شدة المجالات ومن ضمنها اللي هو تعلم القرآن فالآن الشخص اللي كان في السابق ما يعني في قراءة الآن يقدر يتعلم القراءة ويقدر يصحح قراءته يقدر من خلال هذه التقنية مثلاً تواصل مع معلم عن بعد ويصحح له تلاوته وهو في مكانه في بيته وما يحتاج حتى يتنقل من مكان إلى آخر أيضاً حتى لو كان مثلاً يعني عنده عمل أو ارتباط وممكن يعني يصير فيه اتفاق في أي مكان يعني ما رح تلتزم بزمان ولا بمكان تقدر من أي مكان في العالم أنك تسمع عند أي شيخ في العالم فهذا من جوانب التسهيل أيضاً من الأشياء اللي سحلتها التقنية بإمكانك أنك تسمع للشيخ وتشوف كيف قراءته أيضاً في بعض البرامج اللي يتيح لك من ضمن الخيرات أنك تقدر تقرأ والجهاز يصاح احتلاوتك من خلال مقرئين يعني بس تسجل وترسل وهو التلقائياً يحفظها ويرضى على مقرئ وتجيك الأخطاء في التطبيق وتشوف وش مشاكلك في القراءة فهذه من جوانب تسهيل القرآن بالإضافة إلى بعض التطبيقات الخاصة للأطفال اللي تعلمهم قصار الصور بشكل مختص خصوصاً للصغر صحيح هذه النقطة يعني اللي في البداية بكرتها أنه يسمع في أي مكان بالعالم عند أي شيخ هذه نقطة يعني أول ما كنا نتخيل أنه نقدر هذا الشيء لا لازم نقابل الشيخ أو نروح المسجد وفي بعض البلدان قد تكون حلقات عندهم قليلة فالأشياء اللي سوتها التقنية بعد توفيق الله عز وجل لها أثر كبير وسهلت عياتنا مع القرآن طيب نقطة لا إله إلا الله اللي هي الثانية هل الواحد ممكن يعني يحفظ القرآن بالطريقة بالأمور التقنية أو بمعنى آخر الآن في أكاديمية تتقان عندنا اللي هو أنك تقدر تسمع للشيخ عبر التطبيقات الزوم هل تشوفنا هذه لها أثر كبير على الطالب أم أنه تكون حضوري أفضل بلا شك أنا أشوف ونتعلم القرآن من خلال مشافها أفضل يعني من الوسائل التقنية لأن نحياني يكون مثلاً فيه تقطيع فيه مشاكل في الصوت فما يسمع المعلم بشكل جيد فأكيد الجانب الحضوري يعني جانب مهم لكن من ضمن الأشياء اللي لازم يعني نعرفها يعني مثلاً جائحة كورونا جت فخلت الناس تتعلم يعني صار فيه إتاحها للوسائل الجديدة أول حلقات محصورة فقط على الجانب الحضوري الآن صار وكل الحلقات تعرف كيف تتعامل مع زوم كيف تتعامل مع تيمز كيف تتواصل مع طلبتها فأتاحت أفكار جديدة أنه يعني ليست كان جائحة فقط فكان فيه من أثارها الإيجابية أن الواحد صار يعرف يتعامل مع زوم أول كانت محصورة فقط للناس مخصوصة الآن كل الناس تقدر تدخل على زوم وغيره من البرامج وتبدأ تتعلم القرآن أو غيره من العلوم اللي في الحياة من ناحية تسهيل الحفظ هي أكيد للشخص الجاد أكيد سهلة الحفظ إذا كان مثلاً ما يقدر يتواصل مع الشيخ يعني إلا في أوقات محدودة يقدر الآن يسمع ويجرب جودة تحفظه بالإضافة إلى بعض البرامج اللي تسمح لك أنك تسجل صوتك يعني تسمع الصفحة بعدها تفتح التسجيل الخاص فيك من نفس التطبيق الخاص وتعرض الآيات وتشوف هل الآيات مطابقة لما سمعتها وغيباً فتشوف هنا هل قراءة القراءة يعني أو شيء صحيح من ناحية أحكام التجويد من ناحية الحركات وأيضاً تشوف هل في أخطاء يعني في الكلمات أو غيرها فتقدر تشوف الكلمات وتقدر تسمع صوتك فهذه السابق ما كانت موجودة يعني صحيح هذه النعمة عظيمة طيب أمثلة هذه التطبيقات اللي تذكرها يعني ممكن الحاضرين يقولون صحيح في تطبيقات لكن ما نعرف أو ما ندري عن توقيتها عندك من ضمن التطبيقات اللي تساعد في هذا الجانب من ناحية القراءة عندك تطبيق آية من أفضل التطبيقات اللي رشحة للقراءة فقط يعني نتكلم عن القراءة من ناحية التسجيل عندك إذا ما خبض أني محفظ الوحيان تقدر تسجل وتسمع التسجيل وتشوف تقارن أنت بنفسك وفي تطبيقات إذا أمكن أني رح أرسلك روابطها بعد البث بحيث أنك تضعها في اليوتيوب أسفل اللي هو البث هذا بحيث اللي حاب يستفيد منها منها تطبيقات تخليك تصحح قراءتك للفاتحة لأنها تقراها في كل الصلوات فكثير من الناس ما يعيش يقرأها بشكل صحيح فهذا التطبيق يخليك تعرضها عند مشايخ يعني لهم ثقلهم ممتاز والله طيب في جانب التقنية الآن صحيح في البداية ذكرنا أنه سهلت علينا حفظ القرآن أو جانب تعليمنا القرآن طيب هل لها سلبيات هل لها مخاطر أو أضرار أكيد كل شيء يعني كل يعني أكثر الأشياء اللي نشوفها لها محاسن ومساوة لكن الشخص هو اللي حدد استخدامها يعني أنا أقدر أحدد استخدامها اللي أستخدامها في شيء فأعني وأرتب وقتي ونظم وقتي لكن من ضمن الأشياء اللي ضرت يعني بهذه الوسائل أنه صار في كثير من النس يعتمد على كل شيء فيها فملكة الحفظ هي زي العظرة زي عيش زي العظرة كل ما يعني زددت حفظ تلاحظ أن عقلك مرد يحفظ بشكل أسرع لكن الآن مثلا في السابق لو واحد يبي يخز الرقم مثلا جوال تحصلوا ممكن أنه يعني يسجلوا في ورقة أو يعني عشان يحفظ الرقم أو الآن كل شيء تقدر سجله في الجوال كلمات السر وغيرها من الأشياء ففي بعض الناس بسبب اعتماده الكل على الجهاز أضعف هذا الشيء من ملكة الحفظ عندك لأنه ما عاد صار يستخدم عقله الحفظ صار يستخدم الأجهزة هذه الحفظ وهذا الشيء يشوفه خطأ فلازم يكون فيه جانب حتى لو ساعدت هذه الأجهزة في حفظ بعض الأشياء لازم تعود نفسك أنك تحفظ سواء في القرآن أو في غيرها في مجالات الحياة وفي مجال العلوم الأخرى كلها فمن الأمور الضررية أن الإنسان يحاول يعود نفسه على الحفظ الحفظ يعني زي ما قلت زي العضوة فاللي يمرنه رح يشوف نتيزة قوية يعني فأذكر من تجاربي سابقا كان في عندنا في جانب معين حفظ تقريبا عشرين صفحة في اليوم فكان ألاحظ في تلك الفترة يعني بسبب كثرة المحفوظات ألاحظ أي شيء يمر على ذهني يعني أني أحفظه بشكل أسرع من السابق بكثير يعني ألاحظ أني يستعرض الشيء وأبدأ أحفظه بشكل سريع فزي ما قلت لازم الواحد ما يعتمد عليها بشكل كل في كل شيء لازم يعتمد نفسه يعني أو على الوسائل العادية عشان يقدر يحفظ ويمرن اللي هو عقله صحيح طيب على جانب الآن الجوالات أو الألعاب تشغل الإنسان والآن ذكرنا في الحفظ لازم يكون يصف في ذهنه لكن إذا كان جنبه جواله أو يحفظ من الجوال أحياناً مع الإشعارات تطلع يعني تشتت وما يحفظ عدد فإيش حال هذه فيه طبعاً في هذه المشكلة فيه حلول كثيرة راح أعطيكم حلول يعني يعني اللي هي أشوفها حلول المثلة في بعض التطبيقات مثلاً في نظام مثلاً نجي النظام الـ IOS اللي هو تبع جهزة أبل فيه عندك الآن خاصية في النظام الجديد اللي يسمعها فوكس أو التركيز فكرة هذه الخاصية أنها ممكن تحط مثلاً تطبيقات معينة مثلاً تطبيقات القرآن أو تطبيقات الدراسة وتصير ما تفتح الله وفي نفس الوقت الإشعارات تقدر تزيلها بالكامل في أثناء مثلاً فترة المذاكرة أو في فترة قراءة القرآن أو الهفض أيضاً فيه من ضمن المزايا سابقاً حتى القديماً اللي هي عدم الإزعاج في نظيرها في أجهزة الأندرويد فيه خواص مشابه اللي هي عدم الإزعاج بحيث أن التنبيهات ما تظهر فيه أيضاً من ضمن الخصاص اللي هي الوصول الموجه لو كان عندك شخص طغير بالسن ممكن تفعله هذه خاصية الوصول الموجه في أجهزة أبل أعتقد فيه خاصية مشابه في أجهزة الأندرويد فكرتها أنك تحصل في هذا التطبيق بحيث أنه ما يقدر يطلع التطبيقات أخرى وبينفس الوقت تقدر تكتم لشعرات فيصير تركيز الكامل على الإنجاز أيضاً فيه تطبيقات يعني تحفزك مثلاً تعطيك تحدد أنت مدة مثلاً تقول عندي 20 دقيقة هذه أريد أن أركز فيها على الهفظ فتصير مثلاً زي تزرع لك نبتة في أثناء الفترة هذه فإذا طلعت خارج البرنامج اللي أنت فيه أو طلعت خارج التركيز اللي أنت فيه تلقى ما رح تنزله فهي تحفزك أنك تكمل في التركيز اللي أنت ماشي علي رحيح خاصة مثل هذه التطبيقات واحد لما يعني يجربها ممكن تأثر أنه خلاص يركز في الشي حفزة خاصة من التطبيقات اللي ذكرتها اللي زرع النبتة هذه تقدر في خاصية داخل التطبيق تقدر تجمع لك أشخاص في غرفة وأي أحد منهم يطلع من التطبيق على طول تموت نبات الجميع بذلك واحد هنا يستشعل المسؤولية فما رح يطلع من التطبيق بالضبط هذه هي الفكرة فهذه من ضمن الأشياء المفيدة أثناء قراءة القرآن أو أثناء أي شي دراسة أو غير من مجالات الخياة أو حتى العمل أحيانا ممكن يكون الواحد في عمل فممكن يستفيد منها حتى يكون مركز يقدر حدد الإشعارات أو حتى يجعل إشعارات متأخرة وممكن حتى يسمح لأشخاص مثلا طوارئ بحيث مثلا الوالدين مثلا ويكونون يعني يتجاوزون هذا الشي بحيث لو احتجوا بشكل ضروري أن إشعاراتهم تختلف عن البقية فتسر فتسر تواصل أثناء الشغل أو أثناء القراءة أو غيرها من الأشياء جميل طيب على طار التطبيقات القرآن ما شاء الله تبارك الله كثيرة جدا أنا كمستخدم كيف أعرف إذا هذا التطبيق موثوق ولا لا ولا في أخطاء يعني أنا أرشع تطبيقات معينة اللي هي تطبيقات الشهيرة في القرآن ورح أرشع زي ما قلت ببدأ بالأسهل كواجهة وكسهلة استخدام عندك أول شي تطبيق آية عندك أيضا من ضمن التطبيقات اللي تساعد في مراجعة القرآن خصيصا اللي هو تطبيق القرآن المجيد المميز في هذا التطبيق إنك إذا فتحت على تطبيق فيه زي زر تلغط عليه ويصير هو ينزل في الصفحات حسب السرعة اللي تحددها فيصير تجلس كذا أمام الجهاز وتقرأ يعني بدون الحاجة لنك يعني تحرك الصفحات أو تقلبها فيساعد الشخص اللي له ورد يراجعه يوميا إنه ما يعني كشوي يحرك الصفحة يرجع وينزل فهذه من ضمن تطبيقاتك القرآن المجيد يعتبر من التطبيقات الجيدة واللي تحديثاتها مستمرة تقريبا هذه بالنسبة لي أنا أشوفها من أفضل التطبيقات وفيه أشخاص يستخدمون أثناء رمضان أو أثناء هذه من التطبيقات التي تحفزهم عن ختمة اللي هو تطبيق ختمة فيه أيضا مصحف بيت التمويل الكويتي هذه تقريبا من أشهر التطبيقات فيه كثير جدة من التطبيقات يعني تطبيق آية الأسهل واجهة مع وجود العديد من التفاسير حاليا مع وجود مقرئين متعددين فأنا أرشحك أفضل تطبيق بالنسبة لي ثم بالمرتبة الثانية لمراجعة القرآن عند القرآن المجيد أنا أشوفه الأفضل في المراجعة لأنه يمشي معك متوفر في كل الأجهزة أيضا القرآن العظيم بلا شك فيه خصائص كثيرة أكثر من تطبيق آية لكن يعيب اللي هو صعوبة الاستخدام لأن يعني فيه خيارات كثيرة فأنا أشوف أن هذا أسهل جميل أيضا من التطبيقات اللي هي القرآن تدبر وعمل هذا التطبيق مختلف تماما عن باقي التطبيقات القرآن لأنه كتاب وترجمه إلى تطبيق فيظهر لك في الصفحة فيها تفسير كالعادة الأمر الثاني التدبري والتوجيهات والعمل بالآيات فالآن إذا حفظت الصفحة هذه أقدر أتدبر ما فيها وأفهم معانيها وبنفس الوقت بعد ما أحفظها أني أطبق ما فيها وكذا اقتديت بالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون عشرة آيات بعدين يتعلمون ما فيها ويعملون بها ثم ينتقلون اللي بعدها فتطبيق جميل أيضا التطبيق القرآن تدبر وعمل طبعا بنفس واجهة عيلا اللي صمم البرنامج حق القرآن تدبر وعمله هو نفس اللي صمم التطبيق فتلاحظ تشابه كبير بينهم بشكل كبير جدا صراحة هذا الكتاب أيضا هو يوجد ككتاب ليس فقط كتطبيق والصراحة الكتاب جميل إن الواحد يطلع عليه فيه في كل صفحة سبع تدبرات مع بعض الأسئلة اللي تحفزك إنك تفهم القرآن بالإضافة إلى العمل بالآيات بالإضافة إلى أعتقد إذا موهمت في فوائد أو أشياء أخرى غير للعمل بالآيات توجيهات عفوا توجيهات غير العمل بالآيات فيه العمل بالآيات وفيه أيضا التوجيهات وفيه أيضا غريب القرآن في كل هذا تحتوي صفحة واحدة وهذه مستنبطة من تقريبا أكثر من 16 تفسير حتى يسهل للناس اللي هي قراءة القرآن فأنصح بهذا الكتاب أو بهذا التطبيق اللي هو القرآن الكريم تدبر وعمل جميل طيب من التطبيقات الموجودة هل في تطبيق أو يعني مفيد لمعلمين القرآن أكيد قصتك معلمين الصغار أو معلمين بشكل عام أنا أشوف التطبيقات هذه اللي ذكرتها فيها كفاية من ناحية التعليم العام لكن إذا كان التعليم للصغار في عندك عدنان معلم القرآن تطبيق مميز جدا للأطفال عدنان معلم القرآن جميل طيب الآن التقنية سهلت علينا أمور كثيرة والله الحمد والمن وسهلت علينا حفظ القرآن الكريم طيب هل الآن يوجد تطبيقات من التطبيقات اللي ذكرناها هل فيها الواقع المعزز الواقع المعزز والأين نحن نعكس تعليم القرآن أي في تطبيقات القرآن في تطبيقات القرآن صراحة ما قد شفت أي تطبيق له ارتباط بالواقع المعزز لما قليل ولكثير بشكل عام لازالت التقنية يعني موجودة هي لكن في مجلات أخرى أكثر غير القرآن وأشوف أنها ما راح تقدم شيء جديد من ناحية تعلم القرآن هي فكرتها أنها تعرض عناصر غير واقعية إلى واقعك مثلا تشوف شيء مثلا ممكن بعضهم يقول تصور بعض الأشياء من الكتب تعرضها بشكل أمامك فنقول إن شاء الله أنها ممكن تستخدم في أشياء كثيرة لكن شوف إبداعات الناس وإبداعات مبرمجة هذه التطبيقات أنهم يفكرون بأفكار خاصة بالواقع المعزز وإن شاء الله كل يبصموا في هذا المجال إن شاء الله يعني مهتم جدا ترى في مجال الواقع المعزز مترقب بإبن الله التطبيقات أيضا من التطبيقات التي شفتها مرة هي تطبيق غريب القرآن أو الغريب اسمه التطبيق جميل فكرة مثل تطبيق دولندو حاجة اللغة الإنجليزية بل أفضل ممكن الفكرة أن فكرتها تدخل على التطبيق وتدخل على الصورة مثلا نبدأ بصورة الفاتحة وتجيلك مجموعة أسئلة على شكل مسابقة وكل ما يعني تجاوب صح يتقدم الإنجاز لين ما تنتهي من إنجازك اليومي اللي هي عشر كلمات من غريب القرآن يومية والجميل فيه أن يذكرك تذكير يومي بالإشعارات وأيضا فيها اللي هو شهادة الإنجاز وفي مقاطع مرئية يقدر الواحد يستفيد منها فأنا أشوف من التطبيقات الجميلة هذه الغريب أي نعم سبق استخدمت التطبيق وفعلا كان تطبيق مميز يعني من ناحية اللي هو حفظ القرآن سير زي مسابقة تشوف وكل ما لك تزداد صعوبة أحيانا يعطيك في وسط الآية أحيانا يحطك في نهاية الآية عشان كل ما تزداد صعوبة يعني زي تحتي يعتبر يا سلام وهذه يعني الواحد لما يتعلم شيء من خلال كتاب أو التفسير أو الكتب العادية ممكن يمل ولا يعني يبدأ ثم ينقطع لكن من خلال هاي التطبيقات ممكن الواحد يستمر ويتعلم أشياء كثيرة فهذه نعمة عظيمة أيضا في تطبيق اللي هو الباحث القرآني إذا ما خبضني نعم اللي أي شيء يقدم يقدم كتب كثيرة للتفسير ممكن يعني خاصة للمتقدمين أو طلاب العلم ممكن يفيد يفيدهم هذا التطبيق يجمع لك تفسيرات كتب تفسير كثيرة للعلماء وأيضا غريب القرآن واللغة العربية وأمور كثيرة أيضا مرة علي هذا التطبيق والفكرة أنه يتبحث فيه فيه أعتقد أنك تقدر تبحث مباشرة في كل التفسير يعني صحيح صحيح ايه تبحث عن كلمة وممكن يجيب لك إياها من جميع التفسير ايه نعم صحيح جميل طيب على طاري في تطبيق مشهور اللي هو النوتابلتي ايه معروف هل ممكن الواحد يقرأ من القرآن هو أنا أشوفه تطبيق مخصص لقراءة ملفات البيديف يعني ما أشوف يعني حق قراءة قرآن هو أفضل المذاكرة ممكن إذا كان عندك كتاب تفسير بديف تحاب أنك تعرضه فيه خلال اللي هو اللي هو التطبيق وتشوف البيديف حق التفسير وتبدأ تعلق عليه وتبدأ إذا كان عندك درس ممكن إذا كان درس تفسير تقدر تكتب وتعرف المكان اللي أنت كاتب فيه بالضبط وتكمل مع يعني بدل ما تسمع الدرج كامل وتبي تسمع فائدة معينة تقدر تسمع من المكان اللي حددته في التطبيق يوقف عند بدل ما تسمع تسجيل كامل ساعة أنت تبي تسمع الفائدة الفلانية تحط دائرة أثناء يعني كلام الشيخ أو الملقي عن الفائدة هذه تضع دائرة أو أي علامة بحيث أنك إذا حاب تسمعها بس تلمس على الدائرة بدل ما تسمع تسجيل كامل يحطك من لحظة ما وضعت هذه الدائرة أو الخط وتبدأ تسمع اللي هو التسجيل أو الفائدة فهو مفيد جدا في الدراسة بشكل عام سواء كان تفسير سواء أي دراسة أخرى فمن هذه الناحية أنا أشوفه الصح لكن كقرأة قرآن أنا ما أشوفه الصراحة مناسب لقرأة قرآن جميل والله مفيد جدا طيب إذا بنزل القرآن بدف مثلا ممكن تحت كل وجه أكتب التدبرات اللي طلعت فيها ممكن في تطبيق آية في بإمكانك الضغط على كل آية ضغطها مطول يظهر لك مضم الخيارات إذا موهمت في خيار ملاحظة أو شيء كذا إذا لا زال الخيار موجود وبإمكانك أنك تكتب مثلا شيء وفي تطبيقات أخرى تقدم نفس الميزة اللي تقدر تضع ملاحظة الآية أو تدبر أو اللي أنت تحب جميل طيب نصيحة ختامية لأصحاب القرآن في التعلم في التقنية صراحة نصيحتي الأهم بما أنه هذه التقنية سهلت الوصول ما فيه لأي أحد يقول ما عندي شيخ يسمع لي في السابق كان يقول كأحد ما يقدر أروح للحلقة ما عندي سيارة ما عندي مدري إيش يتعذر بأعذار كثيرة الآن ما لك عذر عندك هذا الجهاز تقدر تتواصل مع شيخك أو مقرئتك إذا كانت يعني امرأة فتقدر توصل لها الآن بسهولة ويسر وتقدر تسمع عندها اللي هي حبة فأنا أشوف أنه ما فيه لأي أحد عذر أنه ما يتعلم عن القرآن بالعكس هذه فرصة ذهبية وأعتقد أنكم في إتقان تساعدون إذا ما خاب ظني أنكم تساعدون الشخص أنه يتقل القرآن الكريم كامل بخطة صحيح فبإمكان الشخص الآن اللي كان عنده ملكة تحفظ وعنده إرادة أنه الآن يحفظه القرآن هو في بيته كاملا مع شيخ ويتابع معه أول بول إلى أن يتقن القرآن بإذن الله جميل نصيحة ذهبية الله يجزاك خير والله يكتب أجرك صراحة أن تمتعنا معك إذا يسبب الوقت نأخذ كم سؤال من الحضور ما في مشاكل بس يليت تطفون الكاميرات من الحضور طيب من الأسئلة اسم تطبيق النبتة اسمه فوكست أو شيء زي كذا بقى أرسل ظهر أنه فوكست صراحة ما حول الجهاز ثاني فأنا لو طلعت راح يطلع من زوم لكن إذا ما وهمت اسمه فوكست F-O-C-E-D أي وأظن أنا في عدة تطبيقات في هذا يعني ممكن في المجاني وفي اللي بفلوس صحيح أغلبها صراحة مدفوع لكن الصراحة اللي أنا أشوف له أثر للي يعني عنده إرادة بتحفز يعني يكون في اسلوب حماسي في التعلم أو أي كان الهدف المراد الوصول له عبر الجهاز جميل وفي تطبيق فورست هذا إذا موهمت أنه يمكن هو اللي يأكسد لكنه مدفوع تطبيق اللي يأكسد غير مجاني طيب هذا القرآن المجيد فيها حصلت اثنان في مجاني وفي مدفوع الفرق بين مجاني ومدفوع أعتقد يضيفون مزايا كثيرة تحويل تاريخ بث مباشر الحرم المكي أشياء كثيرة جدا جدا أدوات يعني مرة كثيرة المجاني بدون هذه الخصاص لكن في خاصية اللي هو ينزل معك أثناء القراءة وأيضا لكن يعيب شيء آخر اللي هو الدعايات أنا صراحة شخصيا أستخدم نسخة المدفوع وبين فترة وفترة أحيان نصير مجاني يعني كعرض يعني يقول مجاني إلى الفترة هذه وأعتقد أنه هو أشهر تطبيق قرآن على مستوى يا سلام طيب تطبيق لسماع القرآن من خلال إذاعة أول إذاعة في إذاعة القرآن تطبيق إذاعة القرآن يعطيك إذاعات متعددة أيضا في تطبيق تراتين يعطيك إذاعات الأشخاص مختلفين وتتسمع تقريبا هذه تطبيقا مميز إذاعة القرآن وتراتين يا سلام في تطبيق صراحة ما عندي خلفية عن مزايا لهم مميز في جانب الإخوة وتدبر القرآن وغيرها اسمهم ممتذكر هذا تطبيق جديد جميل قد سمعت عننا الظاهر هذا ما هو أفضل تطبيق قرآن تجويدي قرآن قرآن ما جيدي مصحف التجويدي اللي يجي بالألوان اللي كل حرف بلون بحيث يسهل علامات التجويد متى يكون فيه إخفاء متى يكون فيه إظهار متى كذا فيكون ملون بألوان بحيث أنه تسهل الشخص اللي يقرأ اللي هو معرفة تحكام التجويد لكن أنا شخصيا أشوف أن الشخص ما يركز على التجويد ويترك مسألة الحفظ إذا كان بين مسألتين أشوف جزء كبير من الناس يركز على التجويد يعطيه وقت كبير جدا هو أصلا ممارسة يتي مع ممارسة وقراءة القرآن بدون الحاجة أن الشخص يتكلف ويركز ويشوف مخارج حروف بشكل فيه نوعا ما شدة على النفس يجرب الحروف وينسى المحفوظة الخاص فيه بسبب هذه الدقة أو زيادة الدقة فما في معنى أن الشخص يعني يحفظ القرآن ثم يعرض على الشيخ ثم يصحح تجويد ويصحح الحركات إذا كان في مشاكل في الحركات صحيح تدريجيا الواحد يعني يبدأ ببعض الأحكام يبدأ مثلا من بداية صورة ببعض الأحكام ثم مع تقدم الأيام والأوجه يبدأ يأخذ حكم حكم أو أحكام أحكام لما يتقن التجويد صحيح في تطبيق بصوت الشيخ رشدي أيمن رشدي صويت صراح ما أعرف الشخص عشان أعرف تطبيق لكن التطبيقات بشكل عام اللي هي مختصة بالجانب الصوتي عندك قرآن أعتقد فيهم وفرة في القراء تراتيل هذه من التطبيقات اللي فيها قراء كثر يعني مخصصة لقراء وإذا عدت قرآن وفي قراء المساجد يعرض لك قراء كثر تشوف مساجدهم وتسمع منهم يعني تروح للمسجد نفسه وتسمع للشيخ اللي أنت أعجب صوت ما شاء الله تبارك الله جميل طيب هل في أسئلة أخرى أو مشاركة طيب ينتظرون إرسال روابط بيكون في اليوتيوب صحيح ترسل إياه بإذن أرسلها لك وإنتظارها للمتابعين في خلال اليوتيوب اللي هي قلنا تطبيق النبتة وتطبيقات القرآن اللي ذكرتها وبضيف اللي هو تطبيق يساعد في قراءة الفاتحة بشكل صحيح بضيف إن شاء الله يعني مجموعة إن شاء الله ممتازة خاص بإذن الله بانتظارك هذا السؤال ما هو أفضل برنامج لإضافة الصدى الصدى نعم للتسجيل الصوتي للتسجيل الصوتي صراحة ما يحضرني الآن اسم لكن موجود عندي لكن يبيلي أبحث يعني صراحة فما مو مو على بالي صراحة لكن فيه لو يكتب Voice Effect VWICE أبرسلها لك العبارة أو برسلها في المحادثة إذا تحب حيث الكل يبحث عنها وفيه بيحصل ألافة تطبيقات اللي تقدم التأثيرات على الصوت جميل إذا ممكن تكتبها في الشات أعم شاء الله شاء الله أكتبها حتى تكون يعني كل المتابعين نرسلها الآن يعطيك العافية صراحة لقاء جميل سم أرسلتها الآن الجميل اللي حاب يشوفها لقاء جميل يعطيك العافية تمتعنا معك الله يجزاك خير ويكتب أجرك وبإذن الله نشهدك في لقاءات أخرى ونحمل من التطبيقات بإذن الله نفس أعطيك العافية ونراك على خير بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك طيقكم العافية جميعاً أيها الحضور جزاكم الله خيراً نراكم بإذن الله الثلثاء القادم مع ضيف آخر وعنوان آخر نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته